اتصال العين المباشر في الصور قد يكون ممتعا وساحرا مثل ما هو الحال في الواقع وخاصة إذا كان السبب هذا الاتصال هو الأياد الناعمة فتاة كويتية تميزت في فن التصوير الفوتوغرافي وتميزت بمجموعة من الصور التقطتها بعدستها الرحب معنا بضيفتنا المحترفة التصوير الفوتوغرافي الأستاذة معالي دبيان يا هلو مرحبا فيك صباح الخير صباح النور في البداية كبنت كويتية تحترف هذا المجال يعني من البداية أنت حسيت كان عندك ميول اتجاه التصوير الفوتوغرافي والله من البداية حسيت اتجاه صور بشكل عام فحبيت أن أنا أتعمق شوي شلون تأخذ اللقطة شلون أقدر مثلا أكون موضوع ففي عام 2011 قررت أن أعطي نفسي مجال أني أتعرف أكثر على التصوير فشاركت في دورات وأخذت دورات صراحتهم في داخل الكويت مع شلونج جروب شاركت في ورش بر الكويت جربت أكثر من تخصص أكثر من مجال لما لقيت نفسي في مجال معين أو في مجال محدد إلى وقتنا هذا طبعا أخذ منك وقت معالي على ما أنت تمكنتي أو كانت البداية صعبة؟ ما كانت صعبة إذا أنت حبتها تأخذ وقت كل شيء لازم على قولتهم على الهداوة على الراحة يعني يأخذ الوقت في أن أنت تحددين مجالك أكثر خصوصا إذا أنت بديت كهاوية يعني هو مو دراسة جامعة أو شيء فهو يعني تحددين أنت شنو تبين شنو تحبين شنو تميلين له يعني الممتع في الموضوع أن عقوب النطرة هذه كلها اللي هي من 2011 نحن الآن في 2017 أن الصبر هذا كله حصل في نتيجة اللي هو في فوزي في مسابقة النمسا في الجائزة الذهبية في عام 2015 فكان يعني في عام 2015 يعني كانت نقلة نوعية لي يعني صراحة لأن الفوز هذا تبتلحقينه بفوز ثاني يعني معالي إحنا قاعد نتكلم عن تصوير الفوتوغرافي يمكن ما شاء الله الكويتيين كلهم صار عندهم هواية وحب للتصوير لكن اللي قاعد نشوفه أكثر أن ميل الشباب لهذا النوع من التصوير وبنية الكويتيية شوية يمكن خجولة في هذه الناحية أن ليش ما قاعد نشوف البنت يعني حابة تصوير الفوتوغرافي أكثر وقاعد نخرط في هذا المجال والله إحنا بالنسبة لنا أننا البنات في مجال التصوير أكثر من الشباب في مجال التصوير يمكن هم مهضوم حقهم نمو بارزين بس لكن في أسامي صراحة عندنا احنا بالنسبة لنا نفتخر فيهم عندنا أسامي مثل سارة الصايق ندى ونجوه معرفي مريم المشعان كلهم هذولا يعني مو بس داخل الكويت حتى بره الكويت معروفين بس يمكن ظلمهم الإعلام شوية أنه ما أخذوا حاصلهم بس أنا أشوف أنه لا والله المجال فيه وايد بنات وايد صراحة محترفات وهل تقدر تنافس البنت في هذا المجال تتميز فيه أنا من نظر أن المرأة الكويتية تتميز في كل المجالات مو بس في هذا المجال طبع يعني أنت تشوفين أنا قادرة وقادرة وقعدت نفس يعني حتى في الرحلات وفي مشاركاتها ما يختصر تصويرهم بس على الكويت يعني لهم مجال أنهم يروحون ويسافرون ويجربون فقادرة المرأة صراحة والبنت الكويتية في هذا المجال يعني بعد ما يتمكن المصور الفوتوغرافي من أنه يكون يوصل لمرحلة الاحتراف ينتقل من مرحلة أنه مجرد هاوي إلى أنه يوصل لمرحلة أنه محترف يلجأ ربما البعض إلى أنه يبلش يبيع الصور من بابل أنه يبي يكسب الكسب المادي هل جربت هذه معالي؟ والله أنا بالنسبة لي ما جربت أنا يعني عندي أنه صوري عزيزة علي ممكن قاعد نشوف نحن ويلمشاهدين بعض الصور صوري عزيزة علي أحب أنا أتملكهم مستمتع فيهم أنا لكن ما فكرت أنه في يوم أو أنه في أحد مثلا عجب فيه صور من صورة القرارة يعني يعجبون الناس في الصور بس أنا ما خذيت الخط هذا يعني فيه ناس يشاركون في معارض يشاركون أو يعرضون في مواقع صورهم للبيع أنا ما جربتني أنا أدش في هذا المجال شلون تختارين المكان اللي تبتصورين فيه؟ هل تاخذين كاميرتك وتتمشين ولما يجد انتباهت المكان؟ والله إحنا المصورين طول ما إحنا نمشي إحنا نطالع عيوننا بس تلاقظ تلاقظ وايد نشوف يعني أماكن يعني إذا بالكويت أو في برة الكويت نشوف أماكن لا أقول يعني يبيلها هدوء يعني الموضوع يعني مو حزة حاضر شي يبيلها إذا تابعين شيء نظيف ومرتب لازم تقعدين على الراحة يعتمد على نوع التصوير يعني إذا بصور مثلا سيتي إذا بصور لاندسكيب لازم أنطر الجو لازم أنطر الغيم لازم أتأكد من الإضاءة بتصويري في الترافل في حياة الناس هم من يعتمد على أشياء معينة الشعب اللي بتختارينه الثيم يعني الموضوع يبيلها شوي تخطيط تخططين يعني لكل إذا قررت نشط صورين مثلا يعني خلال الأيام القادمة يعني هل أنت تقومين تتوين دراسة الموضوع تختارين الأماكن ما أحد يعني ما يعني ما أخذ الستينج أو أخطط حق سيتينج معين أخطط لرحلة معينة أبي منها الغرض هذا من التصوير يعني بغض النظر عن التخصص مثلا حياة الناس أو اللاندسكيب أخطط للرحلة نفسها لكن اللقطة أنا بالنسبة لي أفضل أنها تكون عفوية لكن تختلف يعني مثل ما ذكرتي فيه لاندسكيب وفي مثلا سيتي حتى الكاميرات والعدسات والمعدات تختلف؟ تختلف العدسة ما تختلف الكاميرا العدسة تختلف عندك من موضوع إلى آخر لكن الكاميرا واحدة يعني حتى ما شاء الله في ناس بالتليفون ويأخذوا لش لغضات رائعة ومعالي وين سافرت أو وين أكثر الأماكن اللي زرتها وحسيت أنها فعلا تقطي أحلى صور في هذا المكان يعتمد إذا بتكلمين مثلا عن حياة الشعوب رحت الهند كمبوديا الإمارات الساسع أن حياة الشعوب حتى وانت بالسياحة لما تسافرين وتروحين تقدرين تأخذين اللغضات اللي انت تابعينها في لاندسكيب رحت ربع الخالي في الإمارات ورحت آيسلند تجربت فيه يعني ذكرت الهند وذكرت كمبوديا يعني هناك نوعية الصور يعني تجربتش هناك شنو كان تجربتي في هذه التجربة حلوة ومتعة ولو أن تواجهت فيها وائد أمور يعني ديرة يعني وائد ترتيبات فيها يعني طريقة حياتهم طريقة تعامل شويةهم الثقافات تختلف يعني قبل لا أخطط حق الدولة إذا بروح حق الهند لازم أكون قارية عن حياتهم الاجتماعية عن عاداتهم عن تغاليدهم قبل لا أتعمقوا إياهم لأنه ممكن الدشين فيه مشكلة أو الدشين فيه يعني موضوع أنت بغناء عنه فلازم يكون عندك شوي خلفية أنت تكونين مداركة يعني في الهند علنهم يعني شعب بسيط فقير بس عندهم يعني عادات أنه يعني وانت بكرامة لما الدشين البيت ما الدشين وانت بكرامة لابس الجوتي الدشين للسلام معين إذا عطوش شي يعني عندهم مثل اللي عيب أنه أنت ترديني عرفتي شلون في كمبوديا نفس الشي الشعب وايد مرح وايد مضياف كلهم يعني على أن رتمهم هادي وفقير بس ما شاء الله يعني عندهم عزة نفس قوية يعني كم مرة يصادفني أني مثلا أكون مثلا يعني مسورة طفل فبعطيه هدية ما يرضى يعني شوفي لأنه ثقافتهم عالية يحبون العلم عطيني قلم عطيني كتاب ما عندي مشكلة بس يعني لا تفكرين بشي ما ما دي أكثر من شي يردتش وحتى يعني في أكثر من دولة صادفنا نفس الشي يعني حلوة أن تطلعين كمصورة على ثقافات وأكيد يعني بنهاية الصور يمكن كل صورة تردش في الذكريات لها برمكانك طبعا أكيد لكل مصور ملهم وشخصي له بقى وخل نقول لكل فنان ملهم من هو ملهم عالي تخب الصور أنا ملهمة نفسي أنا أنا يعني من باب أن الواحد حلو أنه يتحدى نفسه فوايد أراجع نفسي وأراجع حساباتي الموضوع مو موضوع ملهم كثر ما هو أراء يعني في أحدهم تناقش يعني أثق لا اللي أثق فيهم صراحة أكثر شيء يعني قروب اللي أنا بالأساس من الأساس طلعت منه لازم أرجع له يعني شلنج قروب أنا لازم ما راح نتكر أسامي بغض النظر لازم أرجع له في أبسط الأمور يعني حتى في ترتيب الرحلة في بعض المصورين حتى من بره القروب زملاءنا رابعنا صراحة أنا أعتز في آراءهم بالنسبة لي يعني يعني تشاوران كمصورين بينكم بين بعض معالي أنه مثلا في صورة خذيتيها مثلا تشاورين مع زملاء شو المصورين يعني ش رايكهم هالصورة شو ناقصها لازم على قولتهم تبدو رايكهم في صور بعض على قولتهم التصفيات أي يعني أنت في رحلة مثلا نقول ما أخذ عشرين صورة التقسم الصور تابعنا شي حق مسابقات تابعنا شي حق معارب تابعنا شي لتش أنت شي تابعنا حق البرامج اللي في التليفون فالتحدد الصور في ساعات لمتين تسوين إدت نظرتك أنت في الإدت تختلف عن زميلك فممكن هو يضيف لك شي يغير محور الصورة وموضع الصورة كله فما تستقنين عن آراءهم صراحة هل ممكن تلجئين لبعض البرامج اللي تعدل الصور مثل الفاتوشاب أو البرامج المشهورة الثانية لازم لازم تلجئين يعني هي على قولتهم الصورة إذا أخذتها في تكوين صحيح وإضاءة صحيحة تحتاجين بعض التعديل البسيط أو يكون ساحة أنت ما أخذ لقطة في إدت معين في بالت يعني تكونين في بعض الصور تدري أن أنت تابعين عدلين أنا أبيها في الإدت هذا أو في الشكل هذا فلابد أن أنت تستخدمين البرامج نعم يعني أنواع التصوير اللي تستخدمينه الأقرب الأقرب حياة الناس واللاندسكيب يعني أنت كمصورة وأكيد مثل ما أشوف نحن وي المشاهدين إن شاء الله معالي صورة جدا جميلة ويمكن تلفت النظر هل شون تحفظين حقك كمصورة إنما تتم سرقة الصور يعني هل تحطين على توقيعك أو توفقين لا يحتاج أحط عليها توقيعي يعني صراحة أننا نحن نحن مع جوجل والإنترنت الصور لا بدنا هي تنتشر نحن عندنا هنا بلوكويت المكتبة الوطنية فهي تقسم فولدرات نحن نقسمهم فولدرات من غير توقيع الفولدر مثلا هذا صور الهند أروح بالإيداء عندهم وأحفظ حقوقي يصير النشر لهذه الصور معالي فبس أكتفي في هذا لأي إشكال قانوني مو لأن أنا صراحة ما بي أحد يستخدم صوري أو شيء لأي إشكال قانوني لأن أنت ما تدرين الصور متوفرة بكل مكان ما تدرين شون الاستخدام فأنا أحفظ حقي أني أنا حقوق النشر لي أي استخدام ثاني يعني أنا مو مسؤولة عنها يعني كمصورة ومثل ما ذكرت يمكن تحبين لاندسكيب وتحبين سيتيو ويمكن وتصوير الشعوب وكل هذه الأمور هل تواجهين صعوبة في مثل هذه الأنواع من التصوير ما واجه صعوبة فيها لأني أنا حابتها يعني الصعوبة تصير على قلطهم الصعوبة الممتعة اللي أنت يعني تبين التحدين نفسك أنه يعني أخذتها اللغطة وكل من مستمتع فيها اللغطة تقولين لا أنا أبي أكثر من شدي كل مرة هل من المزيد فما تحسين فيها صعوبة متعة مو صعوبة لكن مثلا يعني إحنا قاعد نتكلم عن مثل لاندسكيب يعني أكيد تحكمت شك واي الظروف في هذه الأمور يعني أقلها الجو أقلها الجو يعني وصادفنا يعني أنا وزميلتي منال الشريدة واصلين لأيسلند طبعا بغض النظر عن الترانزيت والتعب يوم رحنا كان أغلب الأيام مطر يعني تروحين وطاقة درب وهذا أغلب الأيام مطر وتيتش في الساعة عقب المطرة يتجو اللي أنت ما تدري نشي تسوين عرفت اللي شديد سير فيها ربكة وساعات شديد يعني الروح ونقعات ماكو شي ما يخدمنا شي يعني بس ما نيأس تخططين يعني مثل مثل ما ذكرت الحين آيسلندن خططتي على ساتستروحي كتصوير عادة تخططون لمثل هذه الأمور وتكون في بالت مثلا جيرة معينة ودت الحين تزورينها وقعد تخططين لها أنا الحين يعني في بالي يعني أن رحلة معينة بس لين حين يبيلها ترتيب اللي هو لازم بنشوف الجو بنشوف متأحسن وقت لها فيها مهرجانات ما فيها مهرجانات يعني شي بتروحين تبين شي مرتب صح تطمحين لشتوصلين لمعالي وين بالتصوير والله ما لحد يعني مجال مفتوح علم مفتوح صراحة التصوير ويعني وفي مدارس وايد فأطمح صراحة يعني أنا عندي وايد ناس بالكويت مو بس عالميا يعني من الكويت عندنا ناس أنا أطمح أني أنصل ربع مستواهم تتشاركون بالخبرات يعني نتكلم عن أكيد ذكرتي بعض الأسامي من المصورات المميزات بالكويت هل في مصورين يعني ممكن يحتضنون المصورين اللي يحبين ينتقلون من مرحلة الهواية إلى الاحتراف وايد متعاونين مع بعض متعاونين يعني أنا بالنسبة لحق المحيط اللي دار مداري وايد متعاونين لدرجة صراحة أن تنخجري منهم يبدون رأيهم يبدون رأيهم للأفضل مو أنه يعني أنهم بيكسرون منك أو أنهم بيقللون من قدرك أنهم يقول لك الأفضل ويدرون أنه عندك إمكانية أفضل منك هذه فصراحة يعني كل الشكر لهم مصورين الكويتين وبالختام معالي وين تشوفي نسج في المستقبل وين يمكن توصلين والله بالمستقبل يعني أنا بديتها كهواية أطمح إلى الاحتراف العالمية أطمح أني أتخصص في مجال معين أطمح أنه في مثلا أنا حتى على قلتهم على الأمل القريب أني مثلا أكون مثلا مثل مصور معين أتمنى إن شاء الله كل التو في قلت وحنا أكيد مثل ما شفنا ويشاهدين بعض اللقطات التي تقطتها ويعني شيء جميل وواضح الموهبة فيك معالي فنتمنى لك كل التوفيق يا ربي في مشوارج هذا وإن شاء الله نشوفك في المراكز العالية يا معالي كل شيء تغير في المصورة المحترفة معالي ببيان على تواجدها الله يخليك شكرا لك مشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم